اشتركوا في القناة هو الآن موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة تسعة واحد واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة النثرة وهي أول منزلة أول درجة في برج السرطان وهي للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج طبعا القمر بما أنه موجود في برج الجوزاء منظل لغاية ساعات الصباح أنه مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة قال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في زاوية جديدة انضمت وهي زاوية إيجابية اليوم بدأ تأثيرها طبعا تأثيرها مش طويل تأثيرها ثلاث أيام هذه زاوية زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين أورانوس ذروتها طبعا هي يوم الغد وحكينا أنها مستمرة لغاية يوم 21-12 بننشط فبنباشر بأكثر من مسعة في أكثر من اتجاه في ذات الوقت يعني لدينا قدرة لإنجاز كثير من العمال كما أنه هاي الزاوية بتعزز من قدرتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم مساء العلمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجود عنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث برضو إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهاي مستمرة لغاية يوم 24-12 بتدفع بحضوضنا بصورة عامة على المستوى الشخصي والنفسي والاجتماعي والمهني أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي برضو زاوية تزديث منفصلة بين الزهرة وبين المريخ وهاي طبعا بتظلها مستمرة لغاية يوم 19 يعني آخر يوم 19 وبعدين بتنتهي بيسود جوعا من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية الإقتران الممتزجة بين الزهرة وبين بلوتو وهاي طبعا مستمرة لغاية يوم 30-12 هي من ناحية إيجابية أنها بتخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا بحيث أنها تتدعم وتتعزز أكثر فأكثر أما بالنسبة من ناحية سلبية فهي بتدفعنا للعنف ويجعلنا مزاجيين أو مزاجنا عدواني وعصبيين وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة وتسبب خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة البطيئة وهي زاوية التربيع السلبية بين زحل وبين أورانوس وهاي طبعا مستمرة بأوجها يعني بتضل قوتها لغاية يوم 13 واحد بتدل على تغييرات وأزمات مفاجئة في الحكومة واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وإشيء له علاقة بالطائرات وسكاك الحديد وبتدل على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل طبعا في زاويتين قبل خلو المسار هي أول زاوية زاوية التقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين الشمس وهي بتدل على إنه القمر اكتمل بدر هاي بتكون الساعة 34 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش أوجها طبعا تأثيراتها ما قبل وما بعد فبتظل ساعات المساء تأثيراتها بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون ذروتها الساعة 6 الصباح طبعا تأثيرها برضو طول النهار بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومن حاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية مباشرة يعني الساعة 6 ودقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش بيبدأ عنا خلو المسار وبيستمر حتى تمام ساعة 9 و41 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش وهذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 9 و41 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش بيكون القمر استقر في برج السرطان طبعا بعد هذا الوقت بالضبط ما في زوايا مكتملة رح تكون ولكن إنه مجرد دخول القمر على السرطان بنعكس على جميع الأبراج تأثيرات برج السرطان فمنصير نشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الأمان إلنا ولا أحبائنا من من اللي عمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يذرف الدموع وهو يقلب صورة تذكارية في ألبومه أو ذكريات بتذكرها ممكن يبكي بعض الأشخاص بتفتح شهيتهم على الأكل فعشان هيك بدهم ينتبهوا أكثر لطعامهم وشرابهم لأنه في هاي الفترة بشعروا بحافز كبير لالتهام الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأنه حساسيتهم بتكون في أوجهة بوسعنا في هاي الفترة الاهتمام بأمور مثل اشتراع شراء عقار أو استئجار عقار أو زراعة نبتة ماء أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت الإشي اللي رح يصير أو الحدث اللي رح يصير بعد خلو المسار هو أنه رح يبدأ كوكب الزهرة بعملية التراجع في برج الجدي طبعا في حلقة كاملة نزلت عن التراجع تأثيراتها على جميع الأبراج وإيش الأشياء اللي لازم نحذر منها مدة الشهر ونص القادمات طبعا بداية التراجع رح يبدأ الساعة عشر وستة وثلاثين دقيقة صباحا ورح يستمر هذا التراجع حتى صباح يوم تسعة وعشرين واحد الفين واثنين وعشرين طبعا تأثيرات في التراجع إلها أكم يوم طبعا إلها أكثر من أسبوع بلشت تتأثر على الجميع ولكن لأن الزهرة سعيدة فتأثيراتها ضعيفة إلا المهم اللي بدوا يسمع كل شيء عن الزهرة في حلقة موجودة على القناة بتقدروا تروحوا تأخذوا أكثر معلومات طبعا بالنسبة للزوايا الأكثر حساسية اليوم من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح اللي هو موعد الانتقال للقمر أكثر نقاط الضعف اللي بتكون أكثر حساسية في جسمنا اللي هي الكتفين والذراعين واليدين والأجهز الجهاز التنفسي والأنبيب الشعب الهوائية والرئتين والوصلات العصبية اللي هو الجهاز العصبي والحركة الشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل في ساعات الصباح الأعضاء اللي بتصير معرضة طبعا من ساعات الصباح وباء بعدها اللي هي المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب اللي هو الغشاء اللي بيغلف الرئة والصفاق الغشاء اللي بيشبه الحرير اللي بيبطن جدار البطن الداخلي وبيغط الأعضاء الموجودة داخل البطن والجهاز اللي انفاوي وعظم الصدر طبعا هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية الآن فعشان هيك لا يصلح جراء عمليات جراحية لهاي الأعضاء تحديدا في هاي الفترة هو إجمالا فترة اكتمال القمر لا يوصى بإجراء عمليات جراحية بأي نوع من الأنواع إلا إذا كانت اضطرارية ولكن هاي الأعضاء الأكثر حساسية اللي بدنا نراعي يعني إدارتها وفي نفس اللحظة إذا شعرنا شيء غير اعتيادي مراجعة الطبيب طبعا بالنسبة لليوم قمر مكتمل وتراجع الزهرة فهذا يوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولا يصلح لإزالة الشعر الزائد يعني اللي بده يقص قص تجميل لشعره أو صبغ ما فيه أي مشكلة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا إلو آثار جانبية كثيرة خلال الفترة هاي إنه شغلة ارتفاع الحرارة أو تهيج الغدد اللينفاوية المقابل للمطعوم أو حساسية بمكان الإبرة يعني إذا بدكوا تأخذوا المطعوم شوي بدكوا تأخذوا اللي هو الأول إشي البندول على أساس تخفيف الحرارة وكمسكن وبدكوا تأخذوا أي دواء أنتيهستامين اللي هو مضاد تحسس على أساس أنه ما يخلي في ألم مكان الوخز أو مكان اللقاح اللي أنتو بتأخذوا بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج السرطان خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء وواحد وعشرين اتناش بيبدأ في تمام الساعة ثنتين وثلاث واربعين دقيقة عصرا وبيستمر حتى تمام الساعة تسعة وثلاث وخمسين دقيقة مساء لا ينتقل القمر بعدها لبرج الأسد بالنسبة لعمر القمر القمر المكتمل أنه اكتمل بدر عمره خمستعشر يوم في ساعة تقريبا ثنتين وخمس واربعين دقيقة عصرا بيصير عمره ستعشر يوم نسبة الإضاءة مية في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم واحد وعشرين اتناش منتحسي بنسبة خمس وعشرين في المية القمر في الجوزاء وبده ينتقل للسرطان ورح يمكث في السرطان حتى يوم واحد وعشرين اتناش سعيد بنسبة خمستعش في المية عطارد في الجدي حتى يوم اثنين واحد سعيد بنسبة خمس واربعين في المية الزهرة في الجدي رح يبدأ تراجعه حتى يوم رح يستمر التراجع حتى يوم تسعة وعشرين واحد طبعا هو سعيد بنسبة صفر المريخ في القوس حتى يوم اربع وعشرين واحد منتحس بنسبة خمستعش في المية المشتري في الدلو حتى يوم تسعة وعشرين اتناش سعيد بنسبة خمستعش في المية زحل في الدلو حتى يوم اربع ستة منتحس بنسبة عشر في المية أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أن القمر ما زال موجود في البيت الثالث لإلكم فعشان هيك بيظل اليوم النشاط على مستوى التناقلات والاتصالات والنقاشات والحوارات تنشطوا بشكل كبير بالأمور هاي وبكون لكم تعامل أو تعاون ما بينك وبين أخ أو جار طبعا أهم شيء أنه في فترة خلو المسار تنتبهوا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة وانتبهوا أثناء كلامكم وحركتكم كلامكم من العصبية وحركتكم خوفا من الإصابات في ساعات الصباح القمر منتقل بصير في البيت الرابع فبتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية أهم شيء أنكم تتهربوا من المسؤوليات حتى وإن كثرت حذروا الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك حاول أنك تنظم جدول أعمالك ونشاطاتك الأعباء في هاي الفترة بتصير كثيرة وبصير عندك انشغالات كثيرة عائلية وممكن ما تجد وقت للراحة برج الثور بيظل التركيز على الأمور المالية فبتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم أهم شيء أنكم تتجنبوا النفقات اللي ما إلها داعي وإبعدوا عن المشتريات الغير ضرورية برضو انتبهوا على أموالكم من السرقة والضياع على غاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا القمر رح ينتقل ويصير في البيت الثالث فبتنجحوا في مجال السفر والاتصالات وبتعززوا العلاقة مع أخ أو جار حاول أنك تفصح عن رأيك بجراءة وحرية وعزز علاقاتك ابحث عن التوافق والانسجام ممكن تضطر لدفع مبلغ طارئ من المال أهم شيء أنك تحاذر من إهمال الوضع الصحي وحاول أنك تتجنب الإرهاق برج الجوزة طبعا اليوم بظل النشاط مسيطر عليكم لساعات الصباح فعشان هيك عندكم قدرة اليوم على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير من الأعمال الموكلة لإلكم عندكم نشاط وعندكم حيوية لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بصير التركيز على الوضع المالي فبتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهم شيء أنك تتجنبوا النفقات نظموا الأقصاط وما تسمحوا لها بالتراكم اليوم رح يكون للبعض منك بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أهم شيء أنك تفكر بمنطق وتعالج الأمور الطارئة فورا ممكن اليوم تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية اليوم لقاءاتك كلها بتعرف يعني نوع من أنواع الدعم برج السرطن طبعا القمر بما أنه ما زال موجود من الآن لغاية ساعات الصباح في بيت المتاعب في الجوزاء فبتظلوا تشعروا بنوع من أنواع الوهن أو التعب أو التقلب في المزاج بتشعروا بنوع من أنواع فراغ الطاقة أو صحتكم بتكون بحاجة للرعاية ولكن مع ساعات الفجر ما تشعر به من تعب وتراجع في الصحة بيزول اقترابا من ساعات الصباح من ساعات الصباح بتمتلء نشاط حيوية وبتعيش لحظات شيقة حافلة بالأخبار والتطورات لأن القمر صار موجود عندكم فبتتلقى إشارة وبتبدأ بتنفيذ خطتك وبتستعيد حياتك رونقها وحيويتها الأجواء بتصير إيجابية ودعملة إلك بقوة وممكن تحقق كثير من الإنجازات خلال هذا اليوم برج الأسد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ورح تكثر عندكم الاتصالات والتعارف أو حتى اللقاءات بشكل خاص مع أصدقائكم ومعارفكم ومنكم أشخاص ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح وبتدخلوا فترة غير مريحة بتنال من صحتكم وعصابكم وبسجل هذا اليوم ركود على جميع الأصعدة بنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ أي شيء مهم لأن القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك يصلح هذا اليوم للتخلص من عادتك القديمة وإن شغل فقط بالمسائل الروتينية وإحذر من التأخير برج العذراء ما زال القمر من الآن لغاية ساعات الصباح موجود في بيت السمعة فهذا يوم يصلح اللي بيبحثوا عن عمل أو بيقدموا طلبات عمل وبرضو أهم نقطة بتكتحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وعلاقتكم مع المسؤولين لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر بصير في بيت حليف لإلكم في برج السرطان فبتنشطوا بين الأصدقاء ممكن تصير تشوف الأمور بصورة أوضح وبنظرة متفائلة غير بيطمئن بالك لأنه ممكن تحصد اليوم نوع من أنواع الدعم والتأييد بتفيدك اتصالاتك ولقاءاتك أهم شيء أنك تلطف الأجواء وتحاول أنك ترجع العلاقات لطبيعتها الأجواء بتصير جيدة فحاول تستغلها اجتماعيا برج الميزان اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يستعد بشكل جيد ليش؟ لأن القمر ما زال موجود في البيت التاسع اللي بيحفز أمور العلاقة بالسفر والتنقلات والتعاون مع الأجانب والنقاشات والدراسة والامتحانات ولكن لأنه في ساعات سلبية الآن وفترة خلوم مسار فلا تعتمدوا على الحظ في الامتحانات والمقابلات والسفر في ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويصير في بيت السمعة فممكن أنك تحافظوا اليوم على سمعتكم وعلى إنجازاتكم في مجال العمل وعلاقاتكم مع المسؤولين أهم شيء أنك تنظموا وقتكم بشكل جيد وتكون واضح في أولوياتك وما تخلي أي شخص يثير انفعالك وغضبك باستطاعتك مواجهة أقوى المنافسات لأنه اليوم أنت بتتمتع بسرعة خاطر وذكاء حاد القمر ما زال في البيت الثامن المسؤول عن الأموال المشتركة فعشان هيك أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وحاولوا أنكم تحافظوا على أموالكم من السرقة والضياع اليوم لا يصلح لكفالة أو إقراض أحد مال وبنفس اللحظة اليوم ممكن تطالب بحقوق لا إلك أو تسترد أموال يعني هي بالواقع لا إلك ولكن كانت مع شخص آخر في ساعات الصباح بيصلكم خبر صار من بعيد بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات والامتحانات هاي فترة حافلة بالنشاطات بترتفع المعنويات وبتقوى الحضوض ممكن تسافر أو تشترك بمؤتمر مثمر ومفيد ويمكن برضو أنك اليوم تجري اتصالات بعيدة مع أشخاص خارج البلاد وممكن تلتقي ببعض الأشخاص حول طاولة حوار للتفاوض يعني بإمكانك تعالج كثير من المسائل اليوم برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في الحمل أو في العاطفي لأن القمر موجود مقابلكم تماما فهو بيحزز أي أمور إلها علاقة بالشراك العاطفي والعمل والتقارب والتصالح والمصالحة والمسامحة وكل الأمور هاي طبعا ولكن طاقتكم بتكون ضعيفة بتكون تنتبهوا من المشاكل والخلافات وحديت المزاج في ساعات الصباح القمر رح ينتقل للبيت الثامن فبتعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة وباستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليونة والصبر بينتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية عد الأولوياتك إذا دعت الحاجة ودقق بالتفاصيل برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم القمر من الآن لغاية ساعات الصباح موجود في بيت العمل والصحة فعشان هيك بتكون تنتبهوا لأعمالكم علاقتكم مع زملائكم وبرضو بتكون تنتبهوا لصحتكم في ساعات الصباح القمر رح يصير مقابلك تماما فعشان هيك بتنجحوا بتعزيز شراكاتكم وهاي فترة شوي بكون فيها نوع من أنواعها الصعوبة وبتدخل خلالها الهموم والمسؤوليات لأن القمر مقابلك بيسحب من طاقتك فأهم شيء إنك تتجنب ردات الفعل العنيفة الفترة فيها نوع من أنواعها السلبية اللي بتهدد بالخواطر والمشاكل والحوادث وهذا الشيء بسبب القمر اللي بيخليك مضطرب ومرهى في الحس زيادة عن اللزوم ممكن تشعر اليوم بنوع من أنواع الارتباك والغضب ولكنك بتتمتع بطاقة كبيرة للإقناع والمناقشة وإنجاز الأعمال برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا الأجواء جيدة ومساعدة القمر ما زال في بيت حليف وقويلة إلك لغاية ساعات الصباح فممكن تستثمرها بالحب بالحظ طبعا مش كثير تغامر بأمور الحظ لأنه أساسا يعني في فترة خلوه ومسار ولكن إنه فترة ممتازة جدا في ساعات الصباح القمر رح ينتقل للبيت السادس فعشان هيك بتكو تنتبهوا أكثر لصحتكم ولأعمالكم بدك تحاول إنك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك بتستعيد كامل حيويتك وبتدور الأحداث بسرعة ونشاط وبتمارس عملك بحماسة أهم إشي إنك تحاذر من الاضطراب الصحي برج الحوت طبعا القمر ما زال في البيت الرابع يعني أمور إلها علاقة بالتركيز على الأمور البيتية والعائلية مش تريات وتصليحات وترتيبات وواجبات اجتماعية أو يعني أمور إلها علاقة بالبيت والعيلة لا طبعا هاي الأمور بتظلها ضاغطة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباءكم بتزداد وطيرة العمل بشكل واضح حاولوا معالجة الأمور بروية مبتعدين عن التعقيدات الأجواء بتصير عاطفية وفي كم من الحظوظ بدعمكم اليوم إما على المستوى العاطفي أو على المستوى المالي حتى على مستوى الأشخاص اللي بدهم يمارسوا هواياتهم أو أشياء فنية أو حتى نزوات خروجات ترفيه يعني الأجواء جيدة ودعم لإلكم بشكل قوي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة